مشاهدين تبعنا هذه الكلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو هذا المؤتمر الصحفي الذي توجه فيه بعدد من الرسائل للداخل الإسرائيلي وحتى للخارج مراسلنا نضال كنعني كان يتابع معنا هذه الكلمة لن أغوصى كثيرا نضال في تفاصيل الكلمة لكن من الواضح أن بن يمين نتنياهو أراد إيصال ربما هذه الرسائل للداخل تحديدا في الجزئية الثانية من كلمته الليلة نعم بالفعل أولا فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة ربما النقطة المهمة أنه لن يكون هناك أي هدنة إنسانية إلا مع إعادة محتجزين لإسرائيل هذه النقطة التي ذكرها جانس وذكرها جالانت من قبل والآن يعود عليها نتنياهو نفس الرسائل هم يتعرضون لضغط كبير من الولايات المتحدة في هذه النقطة بالذات وإسرائيل تشترط إطلاق صراح محتجزين هو يريد تقديم إنجاز للشارع الإسرائيلي وهو يعلم بأنه قريبا سيكون هناك إطلاق محتجزين هذا ما قالته حركة حماس من أنها حاولت إطلاق البعض لكن استمرار القتال هو ما منع ذلك وهناك أنباء من بعض الوساطات حول إمكانية إطلاق بعض المحتجزين قريبا تحدث عن قضية الوقود وربطها أيضا بقضية المحتجزين تحدث عن تقدم القوات الإسرائيلية وتطويق مدينة غزة والدخول في عمق مدينة غزة وفقا لنيتنياهو وجه التحذيرات لحزب الله في الشمال وقال أن يحيى سنوار ارتكب خطأ حياته وهو الآن يعرض حركة حماس ويعرض قطاع غزة للدمار وبالتالي إذا ما ارتكب الأمين العام لحزب الله نفس الخطأ فإنها سيعرض لبنان وسيعرض حزب الله لنفس الدمار الذي نراه في قطاع غزة تحدث عن الشارع الإسرائيلي والوحدة في الشارع الإسرائيلي والوحدة خاصة وصمود السكان في محيط قطاع غزة في غلاف غزة تحدث عن المساعدات الاقتصادية التي تقدمها حكومته لهؤلاء هذه موجهة للشارع الإسرائيلي في الداخل خاصة مع سيل من الانتقادات التي توجه للحكومة الإسرائيلية عمليا الآن كل ما نسمعه من الشارع الإسرائيلي هو أن الحكومة غائبة تماما وأن ما يدير كل ما يجري الآن فقط باستثناء العمل العسكري كل ما يجري الآن يدار من قبل المجتمع الإسرائيلي من قبل الجمعيات الإسرائيلية والمجتمع المدني الإسرائيلي مع غياب تام للحكومة الإسرائيلية وبالتالي كان من المهم لنتنياهو أن يتحدث عن إنجازات الحكومة في هذا المجال وتقديم الحكومة المساعدات للمواطنين الذين تم إخلاءهم من غلاف غزة تحدث أيضا نتنياهو عن مكالماته ومحادثاته مع الرئيس الأمريكي هي مهمة جدا بالنسبة له وأيضا تحدث عن أن إسرائيل تقدر الدور الأمريكي والوقوف الأمريكي إلى جانب إسرائيل لكن هناك ضغوط أمريكية في المقابل تمارس على إسرائيل ونتنياهو واعي جدا لهذه الضغوطات وكان أيضا تخفيض لسقف التوقعات أو بدء تخفيض سقف التوقعات لدى الشارع الإسرائيلي من العملية العسكرية نتنياهو قال لن يكون هناك وقف إطلاق نار تام في قطاع غزة قبل إنجاز المهمة التي أوكلت بالجيش الإسرائيلي وكان في وقت سابق قد تحدث نتنياهو عن حكم إسرائيلي أو سيطرة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة دون سيطرة مدنية وهو يتابع هذه القضية الآن ربما في محاولة لطرح رأيه على الأقل وليس إجماعا إسرائيليا حول ما سيكون مصير قطاع غزة فيما بعد الحرب